بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنتحدث عن موضوع Type Checking لو تذكر في الفيديوهات الماضية تحدثنا عن موضوع الـ Props وشفنا كيف نبني Reusable Components إننا نبعث لها مجموعة من الـ Props على أساس تصير أي Component نحن بنشئها Dynamic Component ومش بس Dynamic تكون Reusable زي ما نشايفين في المثال اللي أخذنا بالسابق عندنا الـ Image, Title, Description كلهم رح يكونوا Reusable عن طريق إنه الـ Component نستدعيها احنا أكثر من مرة لكن منغير الـ Props اللي بنبعثها لهذه الـ Component طيب ليش بيفيدنا موضوع Type Checking على فرض أنه كان في عندي استدعاء لـ Component الـ Product Card اللي احنا أنشأناه بالفيديو الماضي كنا عرضين الـ Image والـ Title وكان في عندي Method وعرفنا هذا الـ Component كيف بنناها والأمور كانت طيبة Type Checking فكرتها أنه أنا الـ Prop اللي بدي أبعث على هذا الـ Component ممكن تكون String ممكن تكون Number ممكن تكون Function فأنا لما بدي أبني الـ Component بدي أعرف هاي الـ Component من ناحية Types يعني خلينا نروح على الـ Product سلم وجودات عنا نأخذ أول أيتم ونجي نحكي له هون بدل ما إحنا عاملين Loop خلينا نروح نعمل عليها Comment ونستدعي component واحد فقط لكن بدي أحكيله بدي أعك تستقبل ID Title وعبر إضافة إلى Image و Description و إتصال وإعرفة إسمه و إخلصي مستدعي لهم وإضافة إلى تسمى بدي أعرف مستدعي مستدعي ودعم أو بالبداية وما بدنا نعمل ونكليك حاليا نجي نسيف راح نشوف انه في عندي component واحد فقط في title, description والimage طيب حاليا ما في عنا اي اختلاف نفس الحكي اللي شفناه بالفيديوهات الماضية لكن ايش بالنسبة لو بدل ما بعثنا مثلا title كstring واحد بعث مثلا numbers في هذا الشكل الامور راح تمشي وما راح يكون فينا اي مشاكل طيب في حال بعثنا بدل string الخاص بالimage ايضا numbers زي ما احنا راحضين ما راح يطرد والامور راح تمشي لكن ما راح يكون في اندي image في هاي الحالة type checking مبدأها انه انا اي prop بدي ابعتها للcomponent بدي احدد لها types معينة على اساس اي حدا بدو يستدعي هاي الcomponent يعرف ان هاي الcomponent بتستقبل مجموعة من ال properties وهاي ال properties الها انواع معينة بدل ما هو مش عارف شو لازم اعمل pass للا اي دي من ناحية نوع هل هو number هل هو string هل هو object هل هو function لازم انا احدد هذا الشيء وانا بنشئ الcomponent وايضا ايضا اذا التايتل تستقبل لازم احدد انه التايتل فعلا نوعه لازم يكون string اي عملية اعطاء لvalue مخالفة عن النوع string المفروض يصير في عندي عملية اعتراض سواء كانت اثناء ال runtime او اثناء compile time وانا بكتب code لحل هاي المشكلة عنا حلين في حل كان موجود بال react نفسها وحاليا موجود بال library منفصلة والي هو prop types الحل الاخر والي هو type script اني انا استخدم type script لما اكتب react فرح نشوف احنا prop types ورح نشوف type script ونشوف الفرق بناتهم ونشوف ايش اللي رح نعتمده في المستقبل لو نروح على documentation من ناحية type checking بال prop types رح يحكي لك انه ال prop types كانت مستخدمة ب react لكن مع react version 15.5 تحولت ل library منفصلة فاحنا رح نروح على هاي اللي براري ونعمل لها install انه نحكي له nbmi prop types او install نكتوبها ككلمة كاملة الامور رح تمشي بعد ما عملنا install رح نشوف ال prop type نزلت عندنا بال package to json بعد هيك انا جاهز اني استخدمها طيب لو رجعنا على dock وشفنا كيف ممكن احنا نستخدم ال prop type نحكي لك انه اي component احنا بننشئه فقط رح نيجي نكتب اسم ال component وبالاضافة الى prop types معمول لها import من prop types ونحكي له هاي ال component ايش ممكن تستقبل من ناحية نوع يعني ال name النوع تبعها رح يكون string او ال age رح يكون مثلا number وهكذا على ساس نشوف نظرة اعمق خلينا نشوف ايش ال types اللي بوفرنا اياهم فحطنا هون example انه بمجرد ما كتبنا اسم ال component وحكينا له prop types احنا ممكن نستفيد من مجموعة من الانواع اللي احنا ممكن نحددها سواء اذا حكيت له رح يكون في عندي prop اسمها optional array رح تستقبل array او boolean وممكن function numbers object string او symbol وغيرهم من ال types كلهم ممكن احكيله انه هاي ال component ممكن تستقبل prop معينة ولازم انت تتقيد في ال types اللي انا بعدت لك اياهم فخلينا نشوف مثال على ال project تبعنا بنعمل rebuild من جديد على اساس يكون ماخد ال library الجديدة ورح يفتحنا نفس ال project وخلينا حاليا نطبق ال prop types على هذا ال component داخل هذا ال component رح احكيله import prop types from prop types في هذا الشكل ورح نيجي لل product card component نحدد له شو ال types اللي بيستقبلها ال props الخاصة فيه انه نيجي نحكيله اسم ال component ولي هو product card dot prop types ومثل ما نحكيله ايش انواع اللي رح تستقبلها هاي ال component شو بتستقبل هاي ال component تستقبل هاي ال component تستقبل هاي ال props رح احكيله انه ال id طبعا هون عندنا كصيغة object رح نكتب prop types dot رح يظهر عندي جميع الانواع اللي انا ممكن استخدمها ال id فحليتنا هون رح نعتبر على سبيل المثال انه number معنى لهم انه ال id ممكن يكون string بس for example اما ال title انا بتوقع انه نكون string description كذلك الامر والimage كذلك الامر فحاليا بس اسيف واروح اعمل inspect خلينا نروح على ال console طبعا هون عندنا ال b نجب تكون small سيف جديد بالضبط رح يظهر لي مجموعة من ال warnings زي ما احنا ملاحظين اذا رحنا على component product هنه هون مثلا title زي ما هون وضح لنا بحكي لنا انه ال prop title استقبلت number المتوقع انها تستقبل string فاثناء ال runtime هون نبهني انه title لازم يكون النوع الخاص بال value تبعها string فمثلا اذا بعثنا له string ال warning الخاص بال title اكيد رح يختفي اذا عملنا refresh ولاحظ صار في عندي error على ال image فقط هون انا ال image بعت له number المفروض اني ابعت له ايضا string فاذا رح تسيفت reload لاحظ ما في عندي اي warning فهاي فكرة type checking وبالمناسبة ال prop types مش فقط بتوفر لي اني انا اعرف ال type الخاص بال prop لا ممكن اني احكي له انه ال id مثلا لازم تتبعثه انه يكون مثلا required ومثلا ممكن احكي له title ايضا required في هاي الطريقة لو رحنا احنا على component وما بعثنا مثلا id او title وسيفنا رح يعطينا warning رح احكينا ال id نعمل لها marked as required واحنا ما بعثناها فهون المفروض انه نبعث ال id ونفس الشيء لل title لكن لسبب من الاسباب ممكن ما يكون في عندي title فاكيد هون رح يضل ال warning موجود احيانا بحتاج اني ابعث default value لبروب معينة يعني في حال ما نبعث title بدي عرض له message no title او اي شيء اخر باستخدام باستخدام البروب بتوفر لي اني ابعث default value لأي بروب انا بدي اياها يعني انا اجح كيلو هون بنفس الطريقة product card dot default props و بنفس الطريقة رح اجح كيلو مثلا default value للتايتل خليلي اياها مثلا no title سيف رح نلاحظ انه رح تنعرض المسج no title لاني حكيت له default value للتايتل رح تكون no title في حال احنا هون ما بعثنا title من الاساس رح يجي ياخد default value اللي احنا وضعناها واللي هي no title لكن في حال بعثنا title واجه نسيف رح ياخد اكيد التايتل اللي احنا بعثنا فهاي كانت فكرة البروب تايب لكن في الواقع فكرة البروب تايب كانت موجودة بالرياكت بالسابق وكانت ماشية وبتحل المجموعة من المشاكل اثناء الرن تايب لكن فعليا التيب تشيكينج في وقتنا الحالي مع ظهور التيب سكريبت اصبحت الحاجة البروب تايب قليل استخدامها بالمشاريع نوعا ما نظرا لوجود التيب سكريبت ففعليا احنا رح نستخدم التيب سكريبت لحل مشكلة التيب تشيكينج انو احنا مش اثناء الرن تايم نعرف من الكنسول ايش هاي البروب يفترض انها تستقبل لا احنا بدنا اثناء الكمبيل تايم واحنا بنكتب الكود يتم تنبيهي انو انا هون ببعث تايب خطأ انو حطتلي خط مثلا تحت ال id لو انا بعثتها string وانا محدد انها المفروض تكون number المفروض اثناء كتابة ال value مباشرة ينبهني فهون احنا بنروح نتعامل مع التيب سكريبت ورح نصير نستخدم التيب سكريبت على طول تدريجيا فخلينا بالفيديو الجاي ننزل التيب سكريبت ونبلش نتعامل معها يعطيكم الفعافية السلام عليكم سكريبت